امنا جاليلي مديرة مكتب هومن رايتس ووتش في تونس مرحبا بيك عايشك نحكيه شوية على موقفكم كهومن رايتس ووتش من مشروع قانون زاجر الاعتداء على القوات المسالحة قبل ما ادخلوا في تفاصيل القانون ساعة نعرف اللي في نهارين على قدد نهارين في مجلس نواب شعب فماليجان بارلمانية استمعت لي ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية انتما كنتوا حاضرين تقريبا كيف جدارت هالجلسات بضبط يعني فما كانت جلسات بالنسبة للمجلس نواب الشعب مع المجتمع المدني هي اللجنة بدأت بالاستماع للمجتمع المدني يعني قبل ما تنظر في القانون وكانت فما جبهة كبيرة من المجتمع المدني حاضرة يعني نحن عديد من المنظمات أكثر من عشرين منظمة تقريبا كونا مع التلاف ضد القانون هذا ونطالبوا فيه بسحب القانون أو المشروع القانون من أنظار مجلس نواب الشعب لأنه نعتبروه قانون يعني قمعي بامتياز وبالنسبة للجلسات يعني دارت بطريقة جيدة معناتها مع النواب كان فما تفاعل منهم على المقترحات بتاعنا أو على التوسيات وفما يظهر لي يعني إذا نحبه نحوصله اتجاهين لجنة التشريع العام بالنسبة للموقف من هذا القانون هناك موقف يظهر لي أقلي اللي هو رافظ تماما لهذا القانون ويعتبر أنه يجب على الحكومة أن تسحبه وهناك يعني توشه آخر يعتبر أنه هناك نقاص كبيرة في هذا القانون وفما وعي كبير من قبل النواب أنه القانون هذا ينجم يؤدي إلى مخاطر كبيرة على الانتقال الديمقراطي في تونس ولكنهم يعتبروا أنه يمكن إصلاحه قبل ما ندخل معاك في التفاصيل المتاع القانون وشوال الحاجات اللي انتوما رفضين وانتوما على مفهمة الجبهة اللي عاملينها أو ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية رفضين تماما القانون بالعشرين فاصل اللي فيه الطريقة اللي قدمتوا بها أول حاجة وجهة النظر متاعكم قدام النواب كانت موحدة مع أنت عملتوا قراءة وحدة أو كل منظمة وكل جمعية قدمت وجهة النظر متاحة بشكل منفرد لا نحنا كانت عنا نحنا ديمة في الأئتلاف هذه خرجنا قبل بيانات مشتركة يعني موقعين فيها منظمات عديدة منها منظمات دولية ومنظمات تونسية نجم تقولنا شنو ما كانت حبا؟ هم عديد كبير العدد ما نعرفش كان يمكن ينطولوا شوية كان بش نذكرهم الكل لخطر العدد كبير بتاع المنظمات هذه ولكن أكبر المنظمات موجودة في تونس معناتها فهما الرابطة التونسية اللي في عن حقوق الإنسان النقابة التونسية للصحفيين جمعية الصحفيين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين Human Rights Watch منظمة العافو الدولية محامون بلا حدود إلى غير ذلك من المنظمات وقعنا على بيانات مشتركة وقبل ما نمشيه المجلس النواب كنت عنا جلسة لتنظيم تدخلاتنا واخترنا كله يعني وزعنا التدخلات حسب المواضيع لأن القانون هذا يطرح إشكاليات عديدة ويهدد حقوق الإنسان بطرق مختلفة فكان عنا توزيع لكل توجه في هذا القانون على الجمعيات الحاضرة ولكن التوسية النهائية بالنسبة لهذا القانون كانت جماعية هي سحب هذا القانون لأنه نحن عنا وجهة نظر واضحة في هذا المجال بعد قراءة وتمعن معناتها في كل التفاصيل بتاع القانون هذية وقراءة كذلك للدستور قراءة للمعاهدات الدولية اللي صادقت عليها تونس نعتبر أنه ما فيه ما يتصلح القانون هذية يعني يمتقرأها بحذافير يملوا للأخر من العنوان اللي هو يبدأ بزجر الاعتداءات على الأمنيين يعني هذا التوجه الزجري القمعي اللي هو يعبر عنه العنوان يعني فيه نبرة نوع من التخويف أظن حتى العنوان بتاعه إلى نهايته إلى الفصول الأخيرة لا يمكن أن نقوم بإصلاح لهذا المشروع لأنه المشروع تقريبا يحاول أنه يفسخ يمحو كل الانتقال الديمقراطي في تونس كل أطوار كل المكتسبات اللي قد قام بها الشعب التونسي وقاموا بها كل الأطراف في تونس لابتعاد عن ديكتاتورية ولإرساء ديمقراطية هذا المشروع من الفصل الأول كأنه يحب يفسخ هذا الكل رجعنا إلى الوراء فصلنا إذا كنت تنجم حتى بطريقة مبسطة القانون هذية في العشرين فصل نعود نذكر لهو يتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة يتعارض مع أما فصول أو أما أبواب في الدستور متاع الجمهورية التونسية لسنة 2014 هو أنا حبيت أولا نوضح أنه خلافا للمغالطات الإعلامية معناتها تاولي نسمع فيها بطريقة معناتا من داولة في كل وسائل العالم تقريبا اتهامات أنه من يعارض هذا القانون فهو ضد الأمنيين وهو يشجع للإرهاب بطبيعة معناتا مثل هذه المغالطات يعني الرد عليها بقراءة فقط بسيطة للقانون نوضح أنه هذا القانون لا يؤدي إلى حماية الأمنيين ما فيه حتى فصل إلا فصل واحد صغير جدا يقول أنه هناك تعويض للأمنيين ولعائلاتهم إذا كان هناك يعني اعتداء على منازلهم أو على سياراتهم أو على وسائل النقل بتاعه هذا الفصل الوحيد اللي يمكن نقوله أنه فيه نوع من الحماية للأمنيين فيه نوع من التعويض للأمنيين ونوع من الاهتمام بمشاكلهم الآنية والحارقة كل الفصول الأخرى لا تهم حقيقة الأمنيين تهم فقط كل مواطن يمكن أن يؤدي هذا الفصل إلى قمعه وإلى ادخاله للسجن نجي للفصول القمعية إذا تسمح أمنا جلالي قبل هذهك خلينا نعطيه فكرة عامة أو الحاجة مع شنو يتعارض القانون هذية في الدستور على الأقل لنهما الفصول الكبرى والمبادئ الكبرى في الدستور اللي القانون هذية يجي ضدهم القانون هذية يجي ضد العديد من الفصول أولا الفصول المتعلقة بحرية التعبير الفصول المتعلقة بالحق في النفاذ إلى المعلومة الفصول المتعلقة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسدية الفصول المتعلقة بكل ما هو يعني الحرية في التعبير عن الرأي بدون أن يكون هناك نتائج عكسية من خلال الزجب الشخص للسجن إلى غير ذلك من الفصول أنت حب نوضح لك معناتها بالفصل بالفصل نجمع نجي طريقة أكثر الفصول خطورة فيها العشرين فصل اللي ضمنه مشروع القانون هو للتذكير فقط المشروع يتكون من خمسة أبواب باب أول أحكام عامة وباب أخير خامس يتعلق بأحكام مختلفة أو أحكام خاصة وفي الوسط فما اعتداء على أسرار الأمن الوطني اعتداء على قول القوات المسلحة والمقارات والمنشآت وتجهيزات الموضوعة تحت تصرفها أو تحت حمايتها أو تحت رقبتها والاعتداء على أعوان القوات المسلحة وذويهم وعلى محل سكنة الأعوان ووسائل تنقرهم اللي انتي أشرت له إشارة من بعيدة قبل بالنسبة للفصول الأكثر زجرية في هذا القانون والأكثر قمعية فصول تتعلق مثلا بمسألة إفشاء أسرار الأمن الوطني يعني أي صحفي اليوم في تونس أو بلوغير معنتها أو مدون أو أي شخص أو مواطن يعني أي مواطن في تونس إذا كانت عنده وثيقة مهمة جدا بالنسبة للرأي العام وقام بنشرها وهي بها علاقة طبعا بالأمن الوطني والأون القومي يمكن يؤدي ذلك إلى عشر سنوات سجن لكل من أفشى سر من هذه الأسرار يعني أنه مثلا الوثيقة اللي صدرت بعد اغتيال الحاج براهمي يرحمه اللي بيينت كيفاش كانت فما معلومات جاءت لوزارة الداخلية تبين أنه فما محاولات اغتيال وفما تهديد حقيقي على حياته مثل هذه الوثيقة إذا كانت نشرت بعد صدور هذا القانون يمكن الصحفي اللي انشرها والأمني كذلك اللي استرابها خطر هو القانون يعني يتعلق لا فقط باللي يخرج الوثيقة وينشرها ولكن كذلك بتسريب هذه الوثيقة هم الفصول الخمسة حتى التسعة حتى الثمانية يفصلوا أكثر الجرائم أو الأعمال اللي يجرمها القانون هذا تخص كما تكرت أنت كل شخص له صفة في استعمال أو مسك أو تداول أو حفظ سر من أسرار الأمن الوطني وأيضا الفصل الستة وسبعة يحكيوا على من ليست له صفة في مسك أو استعمال أو حفظ أو تداول للوثائق هذه ولي نجموا يكونوا فعلاً ديز انفستيغاتور وإلا صحفيين وإلا حتى محامين أو مواطنين عادين يعني كأنه معناتها بالمشروع القانون هذا إذا ولا معناتها قانون يعني نمنع العمل الاستقصائي ويعني محاولات الصحفيين معناتها أنها توصل لمعلومات مهمة بالنسبة للرأي العام تكشف من خلالها يعني بعض التجاوزات أو تكشف يعني بعض الإشكاليات في العمل الأمني وفي الجهاز الأمني وأنه القانون هذا يعني أنه يمنع أي نوع من النقاش حول مثل هذه المسائل في تونس وهذا بطبيعة يتعارض تماماً مع الفصول في الدستور وفي الدستور وفي القوانين الدولية معناتها في المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير بالحق في النفاذ إلى المعلومة بالحق في مسألة المسؤولين السياسيين عن التوجه يعني الأمني في بعض الحالات بالحق في معرفة ما يدور كذلك في كواليس الجهاز الأمني إذا كان هذا يهم الرأي العام إلى غير ذلك معناتها كأنه القانون هذية معناتها بش يمنع أي إمكانية في النقاش في مسائل تتعلق بالأمن وهذا بالطبع مخالف تماماً لكل التوجهات اللي خذيتها تونس بعد الثورة والتي كانت فيها يعني إرادة حقيقية في الكشف عن المستور في الجهاز الأمني ومسألته محسبته على بعض التجاوزات اللي صارت في السابق واللي ما زالت قاعدة تصير ويعني أن المواطن تونسي عنده الحق في النفاذ إلى المعلومة هذا الكل مخالف لديك حتى يمكن القيام بعملية الأسلاح والانتقال كأنت ذكرت قبيلة في بداية الحوار اللي احنا في انتقال ديمقراطي أو ما أنجزناه لحد الآن في مرحلة الانتقال الديمقراطي حتى يتم النجاح في الوصول إلى أمن جمهوري يحترم مبادئ الجمهورية ومبادئ الدستور فما الفاصل سبعة اللي يخزع لترخيص مسبق من السلطة المختصة كل استعمال لآلات التصوير وتصوير السينمائي والأجهزة الهاتفية وآلات التسجيل إلى آخره شنو تعليقكم عني الفصل هذا كهيومن رايتس ووتش هذا الفصل اللي ذكرته كذلك معنتها فيه يعني مخالف لكل المعايير الدولية والمخالف للدستور فيما يتعلق بحرية التعبير في حرية التصوير يعني طبعا مش التصوير مثلا عملية أمنية فيها تهديد للأمنيين يعني هذا بالطبع فما حدود في ذلك المجال معنى أنت تمشي في موقع مثلا عملية إرهابية ويكون فما عملية أمنية لمواجهة هذه العملية الإرهابية وتقوم بتصوير يعني ما يدور في هذه العملية هذه النجم يكون عنده يشكل خطر على الأعوان على الأمنيين وكانت فما حقيقة بعض التجاوزات في حتى في وسائل الإعلام في تونس في هذا المجال والهايكا معنتها معنتها غير مقبول وقال عطاعت معنتها بعض المبادئ التوجيهية في هذا المجال ولكن هذا الفصل لا يتعلق بذلك هذا الفصل أكبر يعني أوسع برشة أوسع في المجال تطبيقه لأنه يمنع أي تصوير لأي أمني لأي عملية أمنية حتى إذا كانت مثلا مظاهرة صارت مظاهرة وصار فيها استعمال مثلا للعنف من قبل القوية الحاملة للسلاح وتقوم أنت كمواطنة بتصوير هذه التجاوزات هذا يؤدي إلى السجن وإلى تجريم والسجن ويعتبر مخالف لفصول هذا المشروع وقانون إذا كان يصدر إن شاء الله ما يصدرش ولكن هذا الكل يؤدي إلى ذلك يعني يؤدي إلى أنك أنت مثلا فما سيارة أمنية عربة أمنية فيها قدامها فما صارت عملية ضرب لمواطن مثلا نتصوره ويكون فما مواطن آخر صورها ولا صحفي آخر صورها وانشرها بدون أخذ يعني التصريح هذا المسبق من قبل السلطة الأمنية هذا يؤدي إلى السجن وإلى عقوبة سجنية ونشوفه يعني طبعا هذا يتعارض تماما مع حرية التعبير حرية النشر حرية يعني نشر المعلومات المتعلقة بالتجاوزات يمنع صحفيين من القيام بعملهم خطر هذا الكل بطبيعة معناتها في كل شوارع في تونس فما أمنيين في كل الأماكن فما أمنيين منتشرين بطبيعة لحماية المنشآت ولا لحماية الأشخاص وهذا يعني معاش عنا الحق بش نصوره معاش عنا الحق بش ناخده البرتابلويت بتاعنا ونشوف ونصوره معناتها عمليات تجاوزات والعمليات فيها أشكالية ربما قد يكون المقصود فيها الفاصل هذية مثلا من يتعمد التصوير لأغراض أخرى قصد الإذرار بالأمن الوطني أو قصد الإذرار بعوان الأمن تجاوزات يومشين مارجد التوليرانس فيه الفاصل هذية الفاصل هذية الإشكال فيه هو أنه جيب صورة مطلقة يعني ما كانش فيه تحديد لشنوما المخاطر اللي يمكن عملية التصوير تعرضها للأمني جيب بطريقة مطلقة بطريقة واسعة بطريقة فثفاظة ما فيهش يعني تحديد للحدود المفروضة على الأشخاص فيما يتعلق بتصوير العملية الأمنية أو الأمنيين كما قلت لك عنتها في عملية مثلا يعني فيها عملية تمثل خطر على الأمنيين أنك تصورهم مثلا العملية الإرهابية في مواقع العملية نفسها يمكن نتفهمه ولكن الضوابط في هذا المجال موجودة دجا في الدستور وفي القوانين حتى في قانون مكفحة الإرهاب لكن في فاصل 7 الفقرة الثانية منه جيت فاثفاظة داخل المنشآت الأمنية والعسكرية أو حتى خارجها في المواقع اللي تدور فيها العمليات الأمنية والعسكرية وفعلا العبارة جيت على إطلاقها ما تحددش ننتحب ننتقل بك أمن غاليلي الفاصل الآخر هو الفاصل 12 اللي يقول يعاقبوا بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 10 ألف دينار كل من تعمد تحقير القوات المسلحة بقصد الإضرار بالأمن العام عندك فكرة شو المعني أو المقصود من كلمة تحقير القوات المسلحة؟ أنا ما عنديش فكرة هؤلاء اللي يكتبوا المشروع هذي ما نتحبوا يكون الفصل يجي بطريقة عامة وبطريقة فصفاضة يكون فيه سياغة غير دقيقة حتى يتمكنوا من أوسع نطاق ممكن للزجر وهذا هو التوجه الخاطئ في هذا القانون أو مشروع القانون يعني تحقير القوات المسلحة ما عندوش معنى محدد غير مفهوم مبهم وغامض وهذا بطبيعة الحال النجم يؤدي إلى تجاوزات في تطبيق هذا القانون مثلا يعني أي بلوغر يكتب ستاتيو يقول فيه أنه كانت هناك تجاوزات أمنية أو لم تكن يعني طريقة التصدي في العمليات الأمنية للإرهاب مجدية ينجم يقولوا هذية تحقير لقوات الأمن لأنه كان ينقص في نجاحاتهم أو يعطي صورة غير يعني يحبط من عزائمهم مثلا ولا صورة غير جيدة معنى تها للعمليات الأمنية ويمس من معنوياتهم إلى غير ذلك هو الفصل هذا يحاكي فصل موجود آخر في مجلة المرافعات العسكرية أو المجلة العسكرية اللي هو كذلك يتعلق بتحقير الجيش والمس من معنويات الجيش يعني الأمنيين في الخطاب بتاعهم يقولوا وعليش الجيش عنده قانون كمن هكا ونحن معناش هو الإجابة على ذلك هو أنه نحن كمجتمع مدني ومعنى في التوجه الديمقراطي بتاع تونس يجبنا نلغيه الفصل 91 من مجلة المرافعات العسكرية اللي يتعلق بيعني الحط من معنويات الجيش أو تحقير الجيش لأنه هذا متنافي كذلك مع حريط التعبير وفما كذلك صحفيين ويعني مدونين دخلوا للحبس فعلا تحاكموا عسكرية بسبب الفصل ومش فقط صحفيين ومدونين أو مواطنين معنطها كذلك أمنيين تحاكموا على أساس الفصل 91 لكن الخطورة بتاع الفصل هذه في تحقير القوات المسلحة راوي النجم يكون عنده أثر عكسي حتى على الأمنيين نفسهم النقابات الأمنية اللي قالت أنها نقابات جمهورية وأنها تريد إصلاح المنظومة الأمنية معنطها وتفضح تجاوزات في داخل الجهاز الأمني وتقول أن وزارة الداخلية يمكن نكون فيها معنطها بعض اللوبيات اللي تقوم بأشياء معنطها مخالفة للقانون منافية للقانون هذه النقابات نفسها يمكن أن توجه لها في المستقبل إتهامات على أساس تحقير القوات المسلحة والمس من معنويات القوات المسلحة إلى غير ذلك وهذه هي الخطورة في هذا القانون علاوة على هذا القانون التونسي فيه فصل شبيه بالفصل تحقير القوات المسلحة اللي هو الفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف عمومي كيف كيف هذا الفصل؟ هذا الفصل شهير جداً كنا انتقدناه بشدة بعد ما شفنا يعني موجة المحاكمات اللي صارت سناول وعم ناول على مدونين على صحفيين على العديد من الشخصيات حتى معروفة معناتها الحقوقيين مثلاً لينا بن مهني مثلاً مريم نور مثلاً يعني العديد من الشخصيات اللي تحاكمت على أساس هضم جانب موظف عمومي باعتبار أنها انتقدت يعني الأمنيين وقالت يعني توجهت لهم بخطاب شديد اللهجة مثلاً في مواجهة ورغم أنهم الأشخاص هضم كنوا هما يعني ضحيت الاعتدائيات ويصبحوا معناتها يصبحوا هما متهمين ويصبحوا يتحاكموا على أساس الفصل هذا دونك لا فقط فما فصل زجري معناتها من نوع هذا دجا في القانون التونسي وتزيدوا ينطر كوش معناتها اللي هي تحقير القوات المسلحة معناتها يعني بش نوصلوا إلى درجة أنه واحد بش يغذر الأمني بطريقة ما أجبتوش النجم يقول هذا تحقير للقوات المسلحة يعني كل شيء وارد إذا كان فما قانون من نوع هذا بهذه المفاهيم المطلقة والمبهمة اللي ما عندهاش حتى معنا نعم أمنا غاليلي مديرة مكتب هيون رايتس ووتش في تونس شكرا لك على التوضيحات هذه المالكلة قدمتهم لنا على موقفكم كهيون رايتس ووتش من مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم